اشتركوا في القناة من هذا الوباء اليوم يبقى يوم مميز عند المثل يوم الجمعة والاسبوع الثاني التي يتوقف فيه صلاة الجمعة وحقيقة تحز في نفسنا مثل هذه الأشياء وهذه الأمور لا تمر على البشر إلا قليلا لن تمر على أجدادنا إلا السادقين السادقين في أيام القليلة فندعو الله سبحانه وتعالى أن ينهينا من هذه الأشياء موضوعنا اليوم عن مهارات القيادة الإدارية موضوع في غيط الأهمية والتي نحتاجه في هذا العصر ونحن في ألح الحاجة إليه وهو الانضباط والالتزام الانضباط والالتزام صفتان أساسيتان لكل قائد للقائد في الأسرة والقائد في الحياة الاجتماعية والقائد في مهنته بشكل عام أتوقف عند دراسة أجرتها جامعة بروكلين للإدارة أجرى هذه الدراسة الثاني جلز يقول في دراسته التي قامت على مائة وخمسة وتسعون قائلاً في أكثر من خمسة عشر دولة أجراها على هم صفات القادة فكانت صفة الالتزام القائد الالتزام بالمعايير الأخلاقي العالية ما هي أثر هذه الصفة وما هو مدلولها هل لها دلالة هل لها أثر على العمل الوظيفي هل لها أثر على العاملين وأفراد المؤسسة نعم لها أثر أولاً تعطيهم الأمان وعندما إعطاء الأمان في البيئة الوظيفية سوف يكون الموظف أو العامل يشعر بالراحة النفسية وهذا سوف يكون أداءه أكثر في العمل وأداءه أفضل في العلاقات والتواصل بين الأفراد وخاصة بين أفراد المؤسسة وأفراد العمل وهذا سوف يولد لدى أغلب أفراد المؤسسة علاقات اجتماعية جيدة ونعلم فضل هذه العلاقات الاجتماعية الجيدة لأنه بصفته الالتزام في الأخلاق أو المعايير الأخلاقية العالية سوف يولد العدالة سوف يشعر أفراد المؤسسة بالعدالة والأمان الوظيفي والتواصل الاجتماعي من هنا نرى أهمية الالتزام الأخلاقي القائد عادة له عدد من الأدوار والأدوار عليه أن يقوم بها أهم هذه الأدوار أن يكون معلماً ومرشداً فالقائد هو معلم لأبنائه يعطيهم ما يحتاجونه وهو يستشيرونه أثناء الحاجة فلهذه الحالة يكون دور المعلم مهم جداً جداً في الاتزام وفي استمراريته في التعامل مع أفراد الفريق لأن نجاح عمل الفريق مرتكز على القائد والأفراد يأخذون توجيهاتهم وتعليماتهم واستشاراتهم من القائد فالقائد رجل متحدث حكيم له أدوار يقوم بها بشكل جيد حتى يستطيع أفراد الفريق أن يتميزوا ويكونوا ذو همة عالية لأن القائد من القيادة والقيادة هي عملية مستمرة لا تتوقف على الإطلاق إذن الالتزام بالأخلاق العالية هو أمر يحتاجه كل البشر نحتاجه في العمل الأسري نحتاجه في الإدارة نحتاجه في الحياة العملية وهذا الأمر يجب أن ننتبه أنه عبر التاريخ الأمم التي سادت وانتصرت كانت أمة منتزمة منضبطة بالقوانين والأعراف العامة تعالوا نروي قصة بسيطة بشكل سريع قصة حصار بعلبك كيف حاصر المسلمون بعلبك وجاء بطريق وهربيس لكي يتصالح أو يأخذ اتفاقا هدنة وسلام مع المسلمين كيف استقبل الترجمان استقبالا جيدا لكي يأخذ الأمان للبطريق وطلب الأمان وقالوا له نحن قوما نعطي الأمان ومن ذمتنا أننا نلتزم بالعهود لحظوا صفة صفة حميدة ملتزمة كلهم منا يفتخر بهذه الصفة الحميدة ثم ذهب إلى البطريق وقال له انتبه المسلمون عندما يعطون الأمان لهم عهود ومواسيخ لا يقدرون بها إذن صفة عدم الغدر هي صفة حميدة صفة التزام بالأمان والسلوك الإيجابي فتم الاتفاق فيما بينهم بعدما نزل بطريق هرباريس قائدهم واتفق مع قائد المسلمين واتفقوا على أن يكون هناك سلم وكان قائد المسلمين في ذاك الوقت في حصار بعلبك عبيدة أعطاه العهود والمواثيق ولكن طلب قائد الروم على أن لا يدخلوا بعلبك وتبقى حمية المسلمين خارج المدينة وأن يقدم لهم هو ما يحتاجونه من أشياء وافق وطلب مقابلها القائد عبيدة قائد المسلمين مبلغا من المال والمهم وافقوا على المبلغ المال وبقي المسلمون خارج المدينة ولكن المسلمون كان هرباريس ومن يحكم في الداخل وهو الذي يسير أمور بعلبك بعدها صار خلاف فيما بينهم طلبوا أن يتدخل فلم يتدخل المسلمون لأنهم لم ينقضوا العهد ويدخلوا داخل مدينة بعلبك فلم يدخلوا على الإطلاق ولكن بعدما أصبح شجار وأصبح قتال فيما بينهم وقتل هرباريس طلب أهل بعلبك تدخل المسلمين ويدخلوا داخلها لم يدخل الحامية إلا بعدما عادوا إلى قائدهم عبيدة وطلبوا منه الإذن بالدخول بناء على طلبه وقال لهم عبيدة في ذاك الوقت إن طلبوا منكم أن تدخلوها فادخلوها هذه العهود والالتزامات هذا هو الالتزام بالضوابط رحز أفراد المسلمين كيف انضبطوا بالقوانين القادة والأعراف ولاحظ كيف التزموا مع أهل بعلبك من سنقصد بالانضباط والالتزام لغويا؟ الانضباط غالبا ما يكون عبارة انضباط عن قوانين فلهذا يكون ملزما ويحاسب عليه المرأ ويحاكم عليه وهذا ما نسميه أيضا الانضباط العسكري أو الانضباط بالشكل العام للقانون وامتثالك للقانون بينما الالتزام التزام هو الزام غالبا ذاتي أن تتلزم نفسك ببعض الأمور وغالبا لا يكون هناك محاسبة قانونية على الالتزامات الوزير ألزم نفسه بمساعدة الناس قد يكون ليس هناك قانون يلزمه بهذا بينما الضوابط والقوانين هي يحاسب عليها المرأ في حال خلت الأمر لهذا الالتزام مفخرة يفتخر به الناس أنهم ناس ملتزمون يلتزمون بهذا أي أنهم يقومون بهذا العمل طواعية من تجاه دافع ذاتي ولهذا نوزع عادة الالتزام أو الانضباط إلى نوعين هناك الانضباط الزاتي أن ينضبط الإنسان من ذاته وهذا يغلب عليه ما نسميه الالتزام بينما الانضباط الخارج الانضباط العام وهو الانضباط القانوني يحاسب عليه المرأ قانونيا ويلزم على المرأ في هذه الحالة أن يقوم بالامتسال للقوانين بحسب العرف العام أو سيحاسب عليه قانونا حسب عرف كل قانون نصل إلى أنواع الالتزامات كثيرة أهمها الالتزام الأخلاقي والالتزام والامتسال للقوانين والضابط الالتزام المالي وهذا يعطيك سمعة جيدة بين الناس عندما تلتزم بالأموال وبتاريخ دفعها وتسابق دائما إلى أداء الواجبات المالية هذا أيضا يعد التزاما محمودا بين الناس الالتزام بالوقت هو نقطة في غاية الهمية وهي التي نحتاجها الآن بأعرض لنفسك ربط هذه الأشياء حتى تلتزمها بالوقت بإذن الله سبحانه وتعالى الالتزام والاستمرارية في العمل وهذا ما نحتاجه كقادة ليس لأنفسنا فقط بس نحتاجه لأنفسنا وللآخرين وأفراد الفريق وأفراد أسرتنا نحتاج أن نطور باستمرار ونسعى إلى التطوير والتحسين لأن التطوير المحسين هو الذي يرفع من ميذان الأمة وأنت فرد ممن نحتاجه في هذه الأمة كيف ننمي الالتزام لدينا؟ لدينا خمسة أمور تسهم في تحسين الالتزام لدينا أولا أوجد البيئة المناسبة إن المحيط الذي تعيش به هو الدائم لك في تحسين الالتزام والانضباط كن منضبطا بالنفسك لهذا أبيتك ابدأ من سريرك كل يوم الصبح ابدأ بسريرك حاول أن ترتب سريرك أولا بهذا ترتيب السرير وترتيب الأشياء وإحتياجتك الخاصة هو نقطة من بداية الالتزام النقطة الثانية التي نريد أن نتحدث عنها اللي هي الاعتماد على النفس لا تعتمد كثيرا على الآخرين لأن الآخرين قد لا يلتزموا أو ينضبطوا لا تنظر إلى الآخرين إذا كانوا غير منطبطين وبيئة غير منطبطة اعتمد على نفسك فالملتزمين دائما يعتمدون على نفسهم فهم أكثر انضباطا وعملا وجهدا لأنهم هم قادة المستقبل هم القادة التي يقودون نحو النجاح والتميز بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أصبح لنا نقطعين واحد أوجي الألبيئة المناسبة وابتعد عن المحبطين اثنين الاعتماد على النفس ثلاثة الالتزام بالوقت والمراعين عود إلى التخطيط الشخصي الذي وضعنا أبسط تعريف للتخطيط هو ربط أهدافك بزمن محدد أي الزمن والتزام المواعيد هو أساس النجاح في هذه الحياة الناجحون كلهم متزمين بأوقاتهم لهذا أقول لك خط اجعل لنفسك خطة يومية تضع ما هي الأهداف وما هي الأعمال حسب الأولويات المهمة لاحظ معي الأولويات المهمة ثم قم بالعمل عليها بما يتماشى مع اليوم في هذا الأمر سوف يسهم في قيامك بالأشياء لأنه موضوع بالأصل ضمن خطة بك النقطة رقم 4 التخطيط المالي أغلب المشاكل لدينا في الحياة هي المال والتعامل مع المال أوجد خطة مالية وموجود لدينا إن شاء الله كثير من هذه الأشياء موجود من الأبحاث الكثيرة الاسماء الخطة المالية أو التدفق المالي حول أن تضع لي نفسك خطة مالية بسيطة في هذا الأمر وإن احتجتم هذا الأمر راسلوني سوف نضع حلقة سبحانه وتعالى خاصة في هذا الموضوع النقطة رقم 5 وهي نسميها المتابعة والإنجاز المتابعة والإنجاز هي أساس نجاح أي عمل كل أمر تتركه غير مبالي بمتابعته لا تستطيع أن تصل إلى النهاية بالشكل الصحيح إنجاز المهمة بالشكل الصحيح والمتابعة بعد هذه المهمة هو الذي سوف يوصلك للنجاح عود نفسك حتى نتابع أخورك وهذا سوف يجعلك أكثر التزاما بهذا الموضوع أخيرا أقول التوكل على الله وليس التوكل أي احقل وتوكل ودع الأمور لله سبحانه وتعالى وعمل عليها بالشكل الصحيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة